نديلات الجارية الآن في القانون الجنائي أو مشروع القانون الجنائي اللي كتتعلق أساسا بتحميل المسؤولية لأحد الطرفين في العلاقات خارج إطار الزواج واللي كينتج عنها أبناء خصوصا بتكليف أحدهم الرجل الغالبان بأن يتكفل بالطفل خارج إطار الزواج لمدة 21 سنة أولا هذا الأمر هو غادي في واحد السيرورة اليوم اللي غاد فيها وزارة العدل بفتح المجال للعلاقات اللي كيسميها رضائية وفتح المجال للخيانة الزوجية والعلاقات لخارج إطار منظومة الأسراء اللي كيأكد عليها الدستور وكيأكد عليها خطابات جلالة المالك المنظمة بعقد زواج كيشهد به العدول ولكن ما لتفتش الوزارة ومشروع القانون الجنائي على أن هذا الأمر غادي يدفع بالعديد من النساء لكي يمارسوا مهنة الضعارة واللي موجودين في المجتمع بكثرة للأسف نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية إلى أنهم يزيدوا في هذا الممارسة بهدف الإيقاع برجلين حتى يضمنوا أجرة تدوم 21 سنة هذا الأمر هذا غادي يخليه على أن ظاهرة الفساد تزاد لأنه الآن السيد وزير العدل جاب واحد المورد رزق كي يشجع الممتهنات لهذه الظاهرات الفساد للأسف باش أنهم يزيدوا في الفساد لهم والهدف هو أنهم يلقوا طفل لغايد من لهم أجرة ل21 سنة لذلك فكان بالأحرام من وزارة العدل والمنكبين على هذا المشروع أنهم يفكروا بجدية في العمل على القضاء على هذه الظاهرة لأنها فعلا أصبحت تسيء لصورة المغربي وتسيء للمجتمع المغربي بوسائل قانونية التي تحد منها ونحاول ندعمه ونشجعه لتأسيس الأسرة القائمة على عقد زواج معترف به لا مطرف المجتمع ولا مطرف الدين لكي يدينوا به المغاربة أظن أن هذا المشروع غادي ساهم في أكثر الفساد في المغرب وفي تشجيع اللي ما عندهاش دخل باش أنها اتعاطى لهذا العمل اللي فيه الأمراض واللي فيه ما كي رفضوا المجتمع بغيتها أنها تلقى واحد المدخول لمدة 21 سنة اعتهرت نقاشاً كبير وهي إلحاقه ابن الزينة بأبيه إذا اعترف أبيه إذا أقر به ما يسمى بالإستلحاق خصلاً في بعض الحالات اللي كتكون شو بدت نكاعة بحال واحد اخطبه وحدة وقبل ما يعقده عاشر عام وعاشر جوش وحملت وقره وبذلك الحمل فهذا إلحاق وكاين بعد الحالات لكي يكون فيها كي يكون فيها كي تكون فيها علاقة جنسية مع رجل ومرأة ومعروفة أن الناس كيمشي معها وكمشي معها قالوا واش أهلوا الحق الجمهور للعلماء هذا الموضوع تكلم فيه العلماء قديماً جمهور العلماء الجمهور أي الأغلبية قالوا بعدم الجواز انطلاقاً سناداً للحديد دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون فيه الولادون للفراش وفريق منها وكل من العلماء بن سيمية بن قيم قالوا له إذا أقر يلحق يلحق كما ألحق بأمه يلحق بوالده بالذي كان سباً في حمل أمه إذا أقر بأنه فهتكلموا في العلماء قديماً فقالوا يلحق الآن كنت راح لحد القضية لها تقنيات الحديثة لذين التي تثبت أن ديك سيد وبدك الوليد فهذا الحالة هذه لا بد من الإقرار لك لا بد أن يقر فهذه الوسيلة نستأنسوا بها وعلى الأقل إذا بيكون أن ديك سيد يكون ملزماً بالإنفاق على ديك الوليد يحتلوا مدى دي الواحدة وعشرين عام لماذا؟ لأنه كما قال ابن سيميه بالقيم قالوا لأنه كما ألحق بأمه يلحق بأبيه قياساً قياساً على ذلك ثم الآية الكريمة ولا تزيل وزيلة المسر الأخرى فلا بدام ولكن ضبطة القضية دي لماذا؟ من مشيوش نعمموها حال مثلاً يعني مرام لا قدر الله علي أن تشتغل في البيغاء ونبعاً كده وجات وقلت هذا ولد هذا وإياه كنت مشي معه دا وتمشي معه دا وتمشي معه دا أنا إشكال أنا إشكال كيمكن نرجعون ديك شي ديك جائدين للإستبضاع واحد الزوج كان كيت سمادي للإستبضاع كنت مشي معه دا وتمشي معه دا وتقول له يا ذكر أنت أوبه إشكال كبير ولكن إذا قدر الله حملت ديك السيدة هذي كان حمل بنقل من منقسوش أخصة تولد ولو من يتولد تكفي البيغة تدعوه ديك شي حتى يكبر ثم إلا ما قدرتش عليك تكفي البيغة المجتمع وقصة المرأة الغامدية مشعورة لجات لعند النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل قالت إنها درح من المزيناء المهم قال لي إذا كان لنا عليك يحقون فلاحق لنا على ما في بطني ما عدناش الحق هذا كله حق الحياة هذا كل جاني عنده حق في الحياة ومشات غابت حتى ولدته وكن ما رجعتش قام يسول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقتله يا رسول الله قد وضعته جمته في خرقاء قل إيدها بي حتى تطيميه عامين يكون ما رجعتش ما يسولش فيها لأنه تراجع على الإقرار وجابته بعد سنتين لأنه الخوف من الله تبارك وتعالي لديك الجريمة ليدات ولكن كنت سترت نفسها واستغفرت أستروا الله تبارك وتعالى فقتلوا يا رسول الله وقد فاطمته وجابته في يديه كسرة دي للحبز قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمشى على الرجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفلوا بهذا هذا واحد منكم ولدكم فأخذ واحد الصحابة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر